وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى وذلك تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور وأيضاً للقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التجدسات ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى وخلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية تم استعراض جهود تطوير الطرق والمحاور بغرب القاهرة سواء من خلال توسعة المحاور الحالية أو إنشاء محاور جديدة بما فيها إنشاء محور موازي لمحور الـ 26 من يوليو بطول 12 كيلو متر لتتكامل مع ما تم من تطوير بشرق القاهرة هذا وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مسجد مصر والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به كما تناول أيضا الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية لسيام مدينة الجلالة وما تضمه من مناطق ترفهية وسياحية وكذلك الموقف التنفيذي للبنية الأساسية لمشروعات الاستصلاح الخاصة بالأراضي في منطقة جنوب الوادي بتوشكا وخلال الاجتماع تم استعرض جهود تطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري فضلا عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الروايسات في شرم الشيخ بما فيها رفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية بالمنطقة حيث وجه الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير تلك المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان بحيث تتضمن مباني خدمات إدارية شاملة على مستوى الجمهورية موسيقى